تاني قبل بس ما اروح الفاصل بصوا يا جماعة في حاجتي مهمين جدا لازم تبقى شايفهم هو العيش تكلفته ايه عشان بس تبقى فهم العيش هو تكلفته وهي المكونات بتاعته بالتأكيد اليد العاملة وبالتأكيد الطاقة اللي انا بستخدمها علشان خاطر اسويه لسيادتك العيش وبالمناسبة الطاقة دي بتبدأ الاول من هو لسه في الارض يعني لانه في انها خلص ما انت مش بتزرع يعني ايه بالطاقة البشرية لكن تعال نبدأ من اول ما تم التوريد بتاع الاردب او الطل لحد ما وصل لحضرتك كرغيف عيش مدعوم ده بياخد بقى النقل بتاعه وبعدين التخزين وبعد كده يتم منظومة كبيرة جدا لوجستية مش عايز اخويتك بيها فانها خلص كلها تكاليف الى ان يصل الى داخل المخبز عشان يتم العجن ثم يتم الخبز ثم حضرتك تستلم كل ده بالتأكيد زاد يعني على سبيل مثال مرتب حضرتك زاد ولا لأ زاد وبالتالي مرتبات اي حد في هذه المنظومة زاد ادي تكلفة زيادة سعر الطاقة زاد ولا لأ في الدنيا مش عندنا في الدنيا زاد اه ولا لأ زاد انا بستورد بترولو انا ما بستوردش بستورد منتجاته يعني يعني بستوردها بالسعر بتاع العالم على حسب والله مش عارف خام كذا بقى كذا سعر السولار كذا سعر البنزين كذا ايه لأخيره فانا بستورد ده زاد ولا مزادش زاد وبالتالي التكلفة عليها زادت يبقى سعر الامح نفسه زاد سعر الطاقة اللي انا بستخدمها عشان نخبز لحضرتك العيش زاد سعر او بالاضق التكلفة بتاعة الايد العاملة زادت تمام؟ كله زاد هل كل هذه الزيادات خد بالك بقى بتساوي انه انا حملتها على حضرتك انا انا بتكلم لو انا الدولة هل انا حملتها كلها على سيادتك؟ ابدا ابدا لانه بمنتهى البساطة لازالت الدولة شيلة 105 مليار كل سنة الفرق كله على بعضه قد ايه؟ 15 مليار الفرق ده 15 مليار سنوي بس انا عايزك تتصور معايا 15 مليار دول يقدر اقدر اشتغل بيهم على كم مستشفى واقدر اشتغل بيهم ازاي على منظومة التأمين الصحي الشامل واقدر اشتغل بيهم ازاي على زي ما كان حتى بيكلم دكتور كمال دكتور احمد كمال على عدد الفصول الدراسية واقدر اشتغل بيهم ازاي علشان خاطر اقدر ازود عدد الاسر وداخل المستشفيات واقدر اشتغل بيهم ازاي علشان اقدر انه اوفر لحضرتك او لابنك الوجبة المدرسية ده على سبيل المثال واقدر اشتغل بيهم ازاي علشان اقدر اوفي الطلبات بتاعت العلاج على نفقة الدولة مثلا يعني واقدر اشتغل بيهم ازاي علشان اقدر ازود لحضرتك عدد الاوتوبيسات وعدد عربيات متر الانفاء واواوا الى اخير كل ده اكيد اضعاف مضاعفة رقم ال 15 مليار ولكن بالرغم من ذلك تمام انا هاخد ال 15 مليار وهوجههم لك مرة تانية بس هوجههم لك في حاجات تانية كتير انت محتاجها انت برضو محتاجها يا جماعة زمان انا بس عايز افكرك فاكرين زمان يقولك سعر بنزين مش عارف 92 كذا كنت انا واحد زي حالتي احط اروح محطة البنزين احط بنزين بسعر مدعوم في عربيتي انا الحمد لله بشتغل باخد مرتب كويس هل انا استحق هذا الدعم طبعا لا وبالرغم من ذلك كنت باخد البنزين مدعوم ازيدك من الشعر بيت اي سفارة في اي دولة هل في سفارة في الدنيا تستحق دعم يعني عمرك شفت بلد بالدعم بنزين عربيات السفارات لا مفيش لكن زمان كان عندنا اه احنا مصر تلاقي واحد راجل اعمال عظيم ملياردير ما شاء الله بيروح يفول تنك عربيته بالبنزين المدعوم وبالتالي المنظومة كلها كان لازم يتعمل لها اعادة هيكلة ولازم يتعمل لها غربلة وفلترة وتنقية ولازم يتعمل عملية ترشيد في توجيه المبالغ بتاعة الدعم هل انا اوجه كل هذا المبلغ للخبز بس ولا اقدر اوجه مبلغ ضخم جدا للخبز واخد جزء صغير اروح موجهه مثلا في التعليم والله في الموازنة وجزء تاني جوه نفس ذات الموازنة اوجهه في الصحة وجوه نفس ذات الموازنة اوجهه في الوجبة المدرسية وفي نفس ذات وهكذا ده اللي احنا محتاجينه في الفترة اللي جاي ومحتاجينه جدا هل ده بيحصل في حتة دانية في العالم ولا انا بس اللي بخترع يعني هل مصر بتخترع منظومة ما لا تخترع منظومة ما هتجي تقول لي خلي بالك الدعم خلاص ما بقاش موجود انت متأكد ان انت عايز تقول الجملة دي ده دول العالم ما بقاش فيها ده انت متأكد انك عايز تقول الجملة دي لا ياعم انا عايز افضل واقف جنب المواطن لحد ما ابقى عندي مواطن يستطيع ان يحصل على دخل عظيم بتحصل عليه بقية الشعوب بتاعة الناس اللي عايشة في سقف العالم زي النرويج والكلام ده لحد ما ده يحصل انا هفضل واقف جنبك انا مش هسيبك تحت اي ظرف من الظروف بمناسبة الصحة انا بس عايز اقولك على حاجة انا فينس تجي تقولك ايه يعني انتوا هتاخدوا فلوس الجزء من الفلوس دي هتوجهوها للصحة ما تشوفوا الناس في اوروبا بالمناسبة هو لو حضرتك اسعدك الحظ او كنت سيء الحظ يعني وده فعلا حظ سيء انك تضطر تحصل على العلاج التأميني بتاع بريطانيا هتكفر ده بجد مش ازار ليه بقى بريطانيا دي ارض الطوابير انا مش بقولك ده علشان خطر اهون خالص انا بقولك دي الواقع واسأل ارض الطوابير حضرتك هتعمل عملية ما ايا كانت اقف بقى في الطبور الطبور ده ممكن يعب بالتلاتة وبالاربع شهور وما فيش حد لسه معبرك وهكذا يعني ولا تحصل على خدمة جيدة كيفما يشيع مش حقيقي لو رجعت الامريكا امريكا اصلا ما فيهاش تأمين صحي شامل اصلا يعني كان باراك اوباما كان جزء من برنامجه الانتخابي كان حاجة اسمها اوباما كير تخيل ان اوباما كير ده جزء من البرنامج الانتخابي بتاع باراك اوباما انه هيدخل خمسين مليون مواطن امريكي في منظومة تأمين صحي وهم لا يحصلون على اي شكل من اشكال التأمين الصحي امريكا الولايات المتحدة الامريكية رئيس مجلس ادارة العالم اكبر اقتصاد في الدنيا اكبر قوة عسكرية ضاربة في الدنيا البلد التي تتحكم فيه مصائر الشعوب للأسف الشديد ما عندهاش تأمين صحي شامل انت عندك تأمين صحي شامل ما تيجي تقولي بس لسه موفش التمانية السبعة وعشرين محافظة لك ما عشان كده انا عايز اوفي السبعة وعشرين محافظة انا عايز ده انا عايز اشتغل على ده عايزك تبقى انت عندك احساس كامل بالامان لان انا طول الوقت بشتغل كده يعني الحد الأدنى للأجور يا جماعة وصل لكام ستة الاف مرهون بايه بدنا انا رفعتلك الحد بتاع الاعفاء الضريبي علشان تقدر تستغل اكبر قدر ممكن من دخلك لصالحك انت مع انه بالمناسبة اي استقطاع ضريبي برضو بيصبت مصلحتك لانه في الاخر خالص هو الدولة هتعمل ايه بالضرائب هي بتوجههلك في صورة خدمات